السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفة نيتلي وان شاء الله غتشوفوا معايا طريقة تحضير كابكيك كينتافخوا الثلاثة اضعاف تقريبا رائعين اقتصاديين ببيضتان فقط كنحصلوا على كمية وفيرة بمكونات جد اقتصادية ببيضتان فقط كنحصلوا على 12 حبة كنحضروهم بدون زبدة فعلا كيجيو روعة وكيجيو خفاف وشاش والاهم ان مداقهم كيجيو رائع جدا وممتاز غدي افتح معاكم واحدة تشوفوا معايا كيفاش كيجيو من الداخل كيجيو مهوين ومنتافخين معلي ايلا نخليكم مع الفيديو وتابعوا معي للاخر بالنسبة للمكونات على بركة الله كنحتاجوا القبصة من الملح بيضتان ليستحسن يكونوا بدرجة حرارة المطبخ علبة ملياغورت او الزبادي من وزن 120 غرام تقريبا مهمتو ما عملوا العلبة اللي كتوفر في البلد ديالكم ملعقة صغيرة من الخل نصف كأس من زيت نصف كأس من السكر هنا اكتر بنصف كأس بقليل كما كتلاحظوا معايا الكأس اللي كناخده به القياسات هو كأس الشاي المغربي بقياس 150 ميلي لتر ملعقة كبيرة من الكاكاو ما يعادل 7 غرام او كيس كيس خميرة حلويات البكين باودر كيس فانيلا كأس ونصف من دقيق دائما كناخده القياسات بهذا الكأس للقياس دياله 150 ميلي لتر وعدنا ملعقتين ونصف من نشاء نشاء الضرة ندوزو على بركتي الله لتحضير بسم الله كنحضروا اولا نجيبو الخلاط غادي نحضروا في الخلاط الاهم كيتحضر بسرعة كنوضعو في الخلاط قبصة من الملح من بعد كنضيفو البيض بيضة بيضة ومن بعد غادي نضيفو عليهم السكر وكنضيفو كذلك السكر بنكهة الفانيلا كيس واحد وكنعملو الخلاط يعني كنخلطو العناصر جيدا حتى كتنساجم وكتلاحظو يعني الجهد اللي يدوب فيه السكر ومن بعد والخلاط خدام كنضيفو العلبة دياللياغورت اولا الزبادي كيما كتلاحظو معها دائما مع الخفق وكنبدو باضافة الزيت على شكل خيط كيما كنضيرو مع المايونيز باش كيطلع علينا هاد الخلاط ومن بعد غادي نضيفو الخل بعد ما طفيت للخلاط من بعد كناخدو كأس ونصف من دقيق كنضيفو ليه ملعقتين ونصف من ناشا وكنحركوهم جيدا مع بعض باش ينساجمو قبل من هذا غادي نضيف كذلك الخميرة ديال الحلويات عفوا دائما في غربال كذلك الدقيق رهم غربال غادي نضيفو كذلك ملعقة كبيرة من الكاكاو ما يعادي الكيس واحد وغادي نخلطو العناصر كلها جيدا مع بعضها باش كتنساجم وكتعطي الخميرة المفعول ديالها اكتر ومن بعد على بركتي الله غادي نضيفو الخليط ديال الدقيق دفعة واحدة في الخلاط هنا يالخلاط راه وقفناه ومن بعد غادي نجي وغادي نخدمو الخلاط وغادي نخفقو هاد المكونات مع بعضها جيدا حتى كنساجم دقيق بالنسبة هنا ياللاحظو ان الخلاط يعني كيتخلط من الاسفل وكيبقى من الاعلى دقيق فبواسطة الملعقة كنحركو وكندورو بالخلاط حتى كتنساجم كل مكونات الان بعد ما وجدلينا الخلاط كنجيو كنعملو قوالب الكابكيك او لا قوالب الورقية كنعملوهم في القالب يلا ما متوفرش عندكم هاد القالب ممكن تاخدو القوالب الورقية اللي كتكون صلبة وكتعملوها مباشرة دون الحاجة للقالب الخاص بالكابكيك كنعملو الان في كل وحدة اولا كنعملو ملعقة ملعقة كما كتلاحظو معايا باش غادي يجيونا بنفس الكيمية يعني نحصلو على 12 وحدة ومن بعد غادي نبقاو نضيفو من بعد كل وحدة نضيفو لها ملعقة اخرى او لنصف ملعقة اخرى على حسب على حسب الخليط بالنسبة هنايا غادي نضيفو الملعقة التانية يعني كل ورقة غادي نضيفو فيها ملعقتين من الخليط وهنا ضروري انكم تخليوا هاد الكابكيك او الخليط ديالهم في النصف ديال الورق الى عمرتو فكونوا متأكدين انه من بعد في الفرن غادي يفيدو لكم يعني غادي ينتافخوا وغادي يتكفحوا على الجوانب هي ضروري انكم تخليوا لهم المساحة فين غادي يرتفعوا اذا كان عمرو غادي نصف كما كتلاحظو معايا ومن بعد غادي نجيو في الوجه ديالهم كان عملو السكر الخاشين او لا السكر ساميدة كما يسمى عندنا هنايا الدور دياله كيعطيها ديك اللمعة اللي كتشوفو في الفوق ديال كابكيك غادي نضيفو كذلك حبيبات الشوكولاتة ونحاولو يعني متحاولوش انكم تضغطو عليهم غير قدوهم في الوجه صافي الى اضغطو عليهم راح في الفرن غادي يدخلو الداخل يعني خليوهم غير حطوهم وقدوهم في الوجه فقط ما تضغطوش عليهم باش ميدخلوش لكم مع الخاليط ديال كابكيك وهنايا بنفس طريقة كان عملو الكيمية التانية كان عملو فيهم السكر اللي كيعطيها ديك اللمعة اللي كتشوفو في الالة ومن بعد كنوضعو حبيبات الشوكولاتة وهنايا السر باش يجيكم هاد الكابكيك منتافخ كما لحتوا معايا يعني يجي منفوخهم قبقب يعني دير قبة السر هو في الفرن هنا وحنا كنحضروه يعني قبل ما تحضروه سخنوا الفرن يكون ساخن جدا جدا كتسخنوا من الاسفل والاعلى في نفس الوقت يعني يكون ساخن جدا قد ما كالفرن ساخن جدا قد ما كيجيوكم هكاك مقبقبين وناجحين من بعد كننقصو الحرارة ديال الفرن لأدنى درجة وكندخلوهم كنعملو النار من الاسفل حتي يتحمرو من الاسفل وينتافخو من بعد نعملو النار من الاعلى باش نحمروهم قليلا فقط من الفوق وبعد ما كنخرجوهم شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيونا شفتو يعني كنا عملنا الخليط غير في نصف الورق فتضاعفو تقريبا ثلاثة اضعف او لا اكتر كيجيو ما شاء الله ناجحين وقدت لكم السر باش يجيوكم هكا مقبقبين عملو غير نصف ديال كيميا وعملو الفرن يكون ساخن جدا كيجيو فعلا رائعين جدا خصوصا الاطفال فغادي ياكلوهم في الحين لانهم فعلا كيجيو رائعين وممتازين خفاف والاهم انهم يعني دهون كتحسوا بانهم يعني قلال فيهم الدهون ففعلا كيجيو رائعين غادي نفتح لكم هنايا وحدة وغادي نشوفوا معايا كيفاش كيجيو من الداخل مهوين شوفوا معايا ما شاء الله كيجي خفيف ومهوين وفي نفس الوقت دهك السكر اللي كنعملو في الاعلى كيعطينا واحد القرماشة غير في الوجه ديالو اما الداخل فكيجي خفيف ورطب نتمنى تجربو اكيد غادي نالاعجابكم لانهم فعلا كيستحقوا تجريبة والاهم انهم بمكونات بسيطة مع لي إلا نقول لكم استودعكم الله الذي لا صديقكم